تسلم فخامة الرئيس بول كاقامي رئيس جمهورية رواندا أوراق اعتماد سعادة السيد إبراهيم محمود أحمد عبدالله كسفير لمملكة البحرين لدى جمهورية رواندا والمقيم في تونس وخلال اللقاء نقل سعادة السفير إلى فخامة رئيس جمهورية رواندا تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياتهما لفخمته بموفور الصحة والعافية ولحكومة وشعب جمهورية رواندا دوام التقدم والازدهار وعرب فخامة رئيس رواندا عن فائق التحيات وأطيب التمنيات لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مؤكدا الحرص على زيادة تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين متمنيا لسعادة السفير كل التوفيق والنجاح في أداء مهم عمله الدبلوماسي من جانبه أشاد سفير مملكة البحرين لدى جمهورية رواندا والمقيم في تونس بالعلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية رواندا الصديقة والتي تستند على أسس من التعاون والتقدير المتبادل ترجمة نانسي قنقر